قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الجيش الأوكراني إن معارك تدور حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي صافرات الإنذار في كييف وأضاقتت أيضا رويترز أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 74 هدفا عسكريا في أوكرينيا فيما أكد وزير الدفاع الدينماركي أن الجيش الدينماركي سينشر حوالي 200 جندي بقوات الناتو في أسطونيا في أوائل مارس القادم وذلك بالتزامن فقد أعلن الكريملين أن العملية العسكرية في أوكرينيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة لذلك مشيرا إلى أن الرئيس روزي لعدمير بوتن طلب بشكل واضح عدم نشر أسلحة هجومية في أوكرينيا